نبدأ بقطاع الصحة دايما في الإعلام مبني نتكلم بنقول قطاع التعليم وقطاع الصحة فخلينا نبدأ بقطاع الصحة قطاع حياة ومهم جدا وعايزين نلقي الدوء على أهم المبادرات اللي أنجزها صندوق تحيا مصر فيما يخص خدمة قطاع الصحة خلينا نقول يمكن 2019 كان بداية قوية لصندوق تحيا مصر بإطلاق السيد الرئيس لمبادرة مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار نور حياة ويمكن هي بتخدم الجانبين الجانب الصحي وكمان جانب التعليم لو أنت حبيتين نبدأ بالصحة وبالتعليم الهدف من نور حياة كان أن نحن نقدر نحط حد لهذه المسببات الخاصة بمكافحة ضعف وفقدان الإبصار علشان نقدر نقول أن نحن كل طالب في المرحلة الابتدائية بمدرسة حكومية هيتعرض للكشف الطبي ونوفر له لو هو مصاب بهذه المسببات ندارة هو اللي يختارها بنفسه عشان أقدر أنه يكمل معايا الفترة اللي مطلوب منه أنه يلبس الندارة وصولا أنه يتصحح نظره أو أنه يخضع لأي تدخل جراحي حسب ما يتطلب الكشف الطبي لذلك كمان عندنا قوائم انتظار كتير جدا لدى منظمات المجتمع المدني اللي بتشاركنا في تنفيذ مبادرة نور حياة خاصة من كبار السن عشان كده نور حياة تلاقيها مقسمة لشق قوافل القبار والكشف الطبي داخل المدارس الابتدائية خلال 2019 احنا وصلنا ل600 ألف طالب في عشر محافظات عملنا 60 أو 62 ألف ندارة طبية وبأكد أن كل طالب اختار ندارته بنفسه علشان ما يباش في حجة أنه هو ما يلبس الندارة كمان على مستوى الكبار الحمد لله وصلنا لأكتر من 110 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية عملنا أكتر من 8000 عملية للمياه البيضة من خلال شركائنا في التنفيذ إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة كمان صرفنا العلاج لما يقرب من 49 ألف مواطن القافلة بتستقبل المواطن من خلال وسيلة انتقال بتوفرها منظمة المجتمع المدني اللي بتشاركنا في التنفيذ لو هو محتاج علاج بتصرف له من الصيدلية في وقت آني داخل القافلة لو هو محتاج ندارة بيتم كشف الندارة وبيستلمها خلال 15 يوم في حالة احتياجه للتدخل الجراحي بتحول على أقرب مستشفى موجودة بتشاركنا من خلال قوات المسلحة وبيتم عمل عملية المياه البيضة بأفضل وأجود أنواع العدسات الطبية اللي وفرتها نور حياة من خلال مليار جنيه من صندوق تحيا مصر اللي بيشارك فيه كل المصري كل الإحصائيات اللي حضرتك ذكرتها بالأرقام دلوقتي من خلال المبادرات أو مبادرة نور حياة ده طبعا على مستوى 27 محافظة مش كده؟ إحنا البداية دايما بنبدأ خطوة خطوة علشان نقدر نقيم التجارب بتاعتنا إحنا وصلنا لـ 16 محافظة خلال المرحلة الأولى من مبادرة نور حياة اشتغلنا في 8 مستشفيات اشتغلنا في 10 محافظات على مستوى المرحلة الابتدائية مدارس المرحلة الابتدائية واحدة واحدة إحنا هنوصل لـ 27 محافظة مدة المبادرة هي 3 سنوات نوصل من خلالها لـ 2 مليون مواطن و 5 مليون تلميذ في المرحلة الابتدائية يعني إحنا في 2019 غطينا 16 محافظة 16 محافظة هندخل بقى على مبادرة فيروس سي يعني إحنا بنخرج من العمليات ونور حياة فيروس سي فيروس سي هو كان أول خطوة خدها سندوطة حياة مصر منذ تأسيسه في مشاركة وزارة الصحة لرعاية صحة المصريين الهدف من مشاركة سندوطة حياة مصر دايما هو التدخل الآن ووضع حد للمشكلة مشكلة فيروس سي في أولها كانت أن في قوائم انتظار لعدد ممكن يكون نواصل لـ 180 ألف مواطن تم اكتشاف المرض عندهم والعلاج مش متوفر ودي كانت كنبلة موقوطة لازم أن احنا نضع لها حد لعشان نقدر نوصل لفكرة 100 مليون صحة بعد كده تشارك سندوطة حياة مصر مع وزارة الصحة وقدرنا أن احنا نوفر العلاج لكل المواطنين على قوائم الانتظار وبعد قوائم الانتظار قدرنا أن احنا ننفذ أولى القوافل الميدانية وده سبب الخبرة اللي اكتسبها سندوطة حياة عشان بعد كده ينفذ نور حياة احنا وصلنا لمليون ومتين ألف مواطن على الأرض من خلال المسوحة الطبية لنفذها سندوطة حياة مصر بالإضافة لتأسيس أو المركز يمكن هو الأكبر إقليميا لعلاج فيروسي بالمجان هو مركز طاحية مصر بالأكسر بيخدم كل أهلنا في جنوب السعيد علشان الفكرة بس مش في توفير العلاج أو الكشف الطبي كمان نوفر فكرة مشقة الصفر وده يمكن المعاناة الأساسية لكل سكان السعيد على مستوى كل المشاكل اللي بيقابلوها عشان كده هتلاقي صندوق طاحية مصر عنده مركز في السعيد هتلاقي عدد من المنظمات المجتمع المدني بتبتدي تركز على السعيد في 2019 كان بلورة كبيرة جدا لدور المنظمات المجتمع المدني بدافع رئيسي من السيد رئيس الجمهورية اللي شجع دور منظمات المجتمع المدني الحقيقة